كولر استبعت كل من ايمن اشرف وبرونو سافيو لأسباب فنية من رحلة طبعا جنوب افريقيا وهو يتنافى مع تصرحات كولر على المدير الفني للنادي الاهلي اللي كان قال فيها بعد المؤتمر الصحفي في مباراة القطن الكاميروني قال ان سافيو هيكون لي دور في المباراة المقبلة على عكس القرارات اللي خدها كولر او القرار اللي خده باستبعاد اللعب لا تزال ازمة برونو سافيو داخل النادي الاهلي ورفض برونو سافيو للاستبعاد والأزمة طبعا ظهرت في البداية بعد استبعاده من مونديال او قيمة مونديال العالم اللي النادي الاهلي حقق في المركز الرابع بعد طبعا سواء الخسارة من فلامينجو البرازيلي بربعية وايضا كان من قبلها الخسارة من ريال مدريد بربعية خلاص يعني عمر السلية تأكد جهزيته هيكون موجود في مباراة الاهلي مع ساندونز وفي نفس الوقت طبعا خضع خلال الفترة الاخيرة لبرنامج تأهيدي كمان حسام حسن فاكرين حسام حسن اللي ما كانش بيلعب في النادي الاهلي حسام حسن اللي كان اللي بكى في احد المباريات لما نزل ومنزل في اخر تلات دقايق سبحان الله دلوقتي بيرامدز بيعرض عشرين مليون جنيه علشان يشتري حسام حسن الموسم اللي جاي تاني يعني سبحانه مغير الاحوال حسام حسن اللي ظهر بشكل طيب مع ناديه السابق أو الأسبق نادي سموحة عنده عرض بعشرين مليون جنيه من نادي بيرامدز واحد طبعا من أهم أندية الدوري الممتاز مرة تانية حسام حسن بيعيد اكتشاف نفسه خلال الفترة اللي فاتت بعد رحيله عن النادي الاهلي لعب مهم جدا حسام حسن ما اخدش فرصته كاملة داخل النادي الاهلي لكن لو طبعا ظهر بشكل مميز ولو أجاد خلال الفترة المقبلة أعتقد أن هيكون لي دور مع المنتخب الوطني خلال معسكرات أو فترات لاحقة الاهلي كمان بيفكر أو بيدرس إعارة أو إعادة شدي حسين مرة تانية إلى سيراميكا كيلو باترة مقابل ضمن محمد شكري طبعا لاعب الفريق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر